اهلا بكم مشاهدينا من جديد انطلقت في المنامة فعاليات قمة مستثمري ريادة الاعمال في الشرق الاوسط وشمال افريقيا 2016 بتنظيم من شركة تنمو وبالشركة مع مجلس التنمية الاقتصادية وقد استعرضت القمة الخامسة قصص نجاح اكثر من 40 شركة ناشئة من 8 دول تهدف الى تبادل افضل الخبرات وتسهيل الحوار بين الشركات المستثمرة في ريادة الاعمال اضافة الى تمكين وتشجيع المزيد من المستثمرين على تقديم المزيد من الدعم الى الشركات الناشئة المبتكرة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتصلت القمة الضوء على مناخ الاستثمار القوي في المملكة امام اهم المستثمرين على وعلى استعراض تقافة الشركات الناشئة الحيوية الموجودة في مملكة البحرين الحدث هذا مهم جدا لبورصة البحرين بحكم أنه في صدد إطلاق سوق البحرين الاستثماري والذي هو موجه للأنترپنورز والشركات التي تتطلع للنمو فهذا المؤتمر يصب في نفس الهدف التي تهدف لسوق البحرين الاستثماري وأتوقع فيه في نسخة الخامسة وفي كل مرة نرى يتطور فبالنسبة لنا سندعم الحدث هذا في كل سنة إن شاء الله الظروف الاقتصادية تختلف من قطاع إلى قطاع والأنترپنورز عادة هم الشقة التحدي فرأينا في الخصوص أن الوقت يعتمد على الشركة نفسها إذا ناجحها ستفرض نفسها في السوق في خبر محلي آخر كشف المسح السنوي لإدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن زيادة ملحوظة في عدد شهادات نظم الإدارة الحاصل عليها الجهات الحكومية والخاصة في المملكة هذه السنة وبلغ عدد شهادات نظم الإدارة 607 شهادات محققة بذلك زيادة نسبتها 45% مقارنة بمسح العام الماضي والذي بلغ فيه عدد الشهادات 417 وقد اجتمل المسح على ثماني قطاعات من نظم الإدارة المختلفة أبرزها أنظمة إدارة الجودة والبيئة وأمن المعلومات وإدارة سلامة الغذاء وإدارة الطاقة وخدمات مركز المعلومات وتدل نتاج المسح بحسب وزارة الصناعة على اهتمام الجهات الحكومية والخاصة المتزايدة بالمواصفات الدولية لتحقيق الاستدامة والتنافسية وصولا إلى العالمية مشاهدنا يأتي هذا المسح طبعا في إطار الدعم الذي توليه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن نشر الوعي بأهم المواصفات القياسية في دعم الأنشطة المختلفة لتتوافق مع طبعا المعايير الدولية ويعتبر قطاع المواصفات الدولية أحد مواصفات النظم الإدارية كنظم الجودة والسلامة المتعددة لتكون بمثابة مؤشر نوعي لمواكبة الجهات للاتجاهات الدولية في مجال الجودة والسلامة والصحة والتقنية والآن نتركه مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر